موسيقى حالة من الغضب والاستياء شهدتها محافظات البصرة وذيقار وواسط والمثنى وكربلا والنجف ومناطق شرق بغداد بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي وزيادة ساعات انقطاعه في ظل ارتفاع درجات الحرارة المواطنون في النجف يتظاهرون يوميا في ساحة ثورة العشرين وسط المحافظة للمطالبة بحل مشكلاتهم التي لم تلتفت اليها الحكومة في الوقت الذي اكد مجلس المحافظة ان الازمة اصبحت اكبر من صلاحيات المحافظة وميزانيتها المادية لينقي باللوم على الحكومة في بغداد بعدم ايجاد حل لمشكلة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات انخفاض مناسيب المياه اثر على محطات التوليد الحرارية البدائية في محافظات الجنوب التي لا تزال تعتمد على تدوير المياه فيها بالدرجة الاولى ما ادى الى تردي خدمة التيار الكهربائي هناك شوح المياه لم يؤثر فقط على التيار الكهربائي فحسب اذا اكد عضو المجلس المحلي في مدينة الناصرية حسن الوائلي انعدام المياه الصالحة للشرب في المدينة بعد ان انقلت الازمة المائية بظلالها على جميع المدن العراقية مشيرا الى ان انعدام توفر المياه الصالحة للشرب كارثة تؤدي الى هجرة ملايين المواطنين وزارة الزراعة من جانبها حذرت من شوح المياه خلال موسم الصيف المقبل مؤكدة ضرورة قيام وزارة الموارد المائية بازالة كافة التجاوزات على الحصص المائية فضلا عن اعداد خطة لتوزيع الحصص المائية بين المحافظات حسب الكثافة السكانية اما الحلول الحكومية فلم تكن بالمشتوى المطلوب كعالتها حيث قامت القوات الحكومية في محافظة كربلاء باعتقال العديد من المواطنين المتظاهرين في المحافظة فيما هدد المتظاهرون الحكومة برد عنيف في حال عدم استجابتها لمطالبهم وحل مشاكل المياه والكهرباء العالقة منذ سنوات محذرين اياها من انتفاضة شعبية كبيرة اشتركوا في القناة